السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كلمة فاصلة الكوتش الناجح عامل زي جراح القلب الشاطر ليه؟ لأنه بيفتح قلب المستفيد ويرجع وينبطاني للحياة ويتعامل مع الناس وعلاقاته بطريقة صحيحة وعشان كده الليف كوتش زي ما قلنا بيكون ناجح أنه بيقدر يتعامل مع المستفيد بطريقة مش هنقول زي الدكتور النفسي ولكن بيقدر يوصل لقلبه ويقدر يطلع كل الجواه ويقدر يتعامل معاه عشان يخلي المستفيد يقدر يتعامل مع علاقاته مع حياته مع شغله سواء كانت حياة عملية أو علمية فده بيكون للكوتش الناجح أو فيه مساب نجحاته لأنه بيقدر يخلي المستفيد يتعامل مع الحياة بشكل أصح وأضق وأنجح أكيد بإذن الله عشان كده في حلقتنا قبل كده اتكلمنا مع الليف كوتش وبعتنا لها دعوة وتفضلت مشكورا بقبول الدعوة وتكلمنا يعني إيه الليف كوتش ويعني إيه كوتشانج ومين المستفيد بدا ومين أكتر الناس اللي بتلجأ للجلاسات الكوتشانج وعشان أو بناء على كلامنا وصلنا رسائل كتير على رسائل صفحة برنامج كلمة بوصفة الليف كوتش هلا حسن وبرضو قدرنا أننا نعمل الأسئلة دي بشكل مش متكرر خدنا الأسئلة اللي نحتاجين لنا حضرتكم الرد عليها اللي هي تكررت كتير على رسائلنا أو على رسائل الصفحة وإن شاء الله بأمر الله هنجاوكم من خلال حلقتنا النهاردة لأن احنا كلمنا الليف كوتش هلا حسن وقلنا لها على الرسائل اللي جات ووصلتها فقالت خلاص أنا هيجي إن شاء الله ونرد عليهم برضو على الهوى عشان خاطر نقدر نفيد الجميع زي ما بنقول المستفيد من الجلسات الكوتشانج إحنا كمان هنفقكم من الرد على استفساركم اللي وصلتنا إن شاء الله النهاردة هنطلع فصل ونرجع بحلقتنا مع ضفتنا إن شاء الله عشان خاطر نتكلم وتاخدوا وتاخدوا منها أو ناخد منها معلومات على قد ما نقدر وإن شاء الله لو لقيتوا إن في أي أسئلة محتاجين استفسار هيكون معاكم أرقام تليفوناتها على الشاشة هيكون في اسم الصفحة بتاعتها على الفيسبوك أستاذ هالة حسن أو اللايف كوتش هالة حسن وبرضو أحب أقول لكم إن من خلال حلقات البرنامج لو في أي استفسارات خاصة بأي حلقة أو بأي ضيف بيكون معانا على الهواء إحنا تحتأمركم في الإجابة ومش شرط إن إحنا نطلع بالضيف عشان خاطر أن نجاوب حضراتكم ولكن هنجوابكم أكيد بشكل إيجابي وبشكل سريع سواء كان على الصفحة أو من خلال برنامجنا بإذن الله وأتمنى أتمنى إن إحنا نكون عند حسنا أظنكم ونقدر نوصل لكم المعلومات اللي بتحتاجوها لإن إحنا دايما في برنامجنا بندور حضراتكم أو مشاهدنا محتاجين يعرفوا إيه أو محتاجين يستفسروا عن إيه وبنحاول نوصل لكم من خلال شاشتنا ومن خلال شاشة الصحة والجمال انتظروني بعد قليل هنطلع فاصل ونرجع مع دفتنا إن شاء الله للسزاقة واللايف كوتش هلا حسن ورجعنا لكم بعد الفاصل مع دفتنا اللي مشرفونا اللاييف كوتش هلا حسن أهلا بحضراتك زي ما قلت لحضراتك أو زي ما حضراتك سمعت كده ما تكلمت من شوية إن الرسالة اللي وصلتنا لازم نجاوب عليها النهاردة من خلال حضراتك لإنها بعتت لحضراتك مخصوص بناء على حلقتنا اللي فاتت كتير من المستمعين للحلقة عايزين يعرفوا إيه الفرق بين جلسات الكوتشاني والعلاج النفسي هو الكوتشينج والعلاج النفسي قريبين من بعض شكلا يعني إن هما في شكل الجلسة المواضيع بقى هي المختلفة يعني في شكل الجلسة بيني وبين العميل ومدتها دي نفس الطريقة بيني وبين المعالج النفسي لكن بقى بنتكلم في إيه مختلفة تماما أنا والمعالج النفسي بمشتغلش على نفس خط الزمن خالص يعني إيه يعني أنا ما قدرش أشتغل مع العميلة مثلا على ألام الماضي على علاقتها بولدها على كان عندها صدمة نقلم عليها المواجهة آه طبعا آه لا مش بتاعتي وما قدرش أتدخل فيها خالص لكن بشتغل معها على إيه على حاجة هي حاسة بألامها دلوقتي وبتكرر معيها وعملالها مشكلة في أنها تستمر لقدام يعني خلينا نقول بحاجة مثال بسيط كده لما تيجي العميلة عندها مشكلة مثلا في علاقتها بزوجها أول حاجة بقول لها أنت بتحسي إيه وأنت قاعدة معي ما تقوليش خالص بقى بفتكر في والدي بشوف علاقة قديمة كان حصل لي حاجة كذا أنا صغيرة لا بتشوف مشكلة دلوقتي إنهم مش عارفين مثلا يتواصلوا مش عارفين يحددوا أهداف فيه فرق كبير ما بين شغل الكوتش وشغل الثيرابيست إزاي أعرف أو إزاي نعرف الكوتش الجيد في المعاملة أو في الطريقة أو في في الاستجابة معاه والله أغلب الكوتشز عاملين صفحات فلو هي عرف تشوف الصفحة بتاعته وتعرف تتواصل معاه دي خطوة كويسة جدا ولطيفة تاني حاجة من الحاجات الكويسة إنها تكون عارف تتواصل مع حد جرب عامل فيدباك عليه في صفحته حاجة كمان أنت من حقك زي أي دكتور بتروحيله مش أول حاجة بتبصي عده شهاداته هو بيشتغل كام ساعة تجربه إيه عمل عمليات ولا لأ مثلا هو بالضبط كده تقدري تسأليه في كل حاجة في أول جلسة أنت شهاداتك منين عدد ساعة الممارسة بعد ما تخلصي الساشن حتى الأولي ده اختصاصك من حقك تماما وهو طالما هو يعني متدرب محترف هو بيبقى عارف إن ده حقك تماما وهو الواحده بيقوله طيب إيه الأفضل الجلسات الأونلاين ولا الجلسات المبشر أستاذ الله هو الأونلاين انتشر في الآخر بسبب طبعا اللي حصل لكن الناس اكتشفت في ميزة كبيرة أولا بيوفر في الورد بيوفر في مجهودها بيوفر في فلوسها كنا طبعا بنأجر أماكن نشتغل فيها أو عندنا بنشتري أماكن كاملة نقعد فيها بالشهور بيوفر في حاجات كتير لكن هو ما عرفش يعوض الناس عن التفاعل فتيجي الكلين تقول لي لأ أنا عايز أحس بالأمان الأول والطمن وبعدين ممكن نخليها أونلاين أو لأ ده فيه كلاينت من زمان تقول لي أنا بحب الفون كولز جدا وأنا قاعدة ببيتي ومرتاحة ومطمنة أهم حاجة القاعدة الأصلية في الكوتشنج الأمان مطرح ما هتحسي بالأمان وتحسي بالثقة وتعرفي تبقى ممفتحة مع الكوتش بتاعك اشتغل جلسات الكوتشنج بيكون فيها استمرارية ولا على فترات متقطعة ما هي استمرارية لحد ما يخلص الطابك أو الموضوع اللي أنتي جاءت الكلمة فيه لكن كلاينت تيجي مرة وتختفي دي معناها إن هي مش قادرة تبقى يعني فيها استعدادية هي معندهاش استعدادية ما فيش مصرحة مع نفسها قبل ما تيجي ما فيش إصرار على إن هي تحل المشكلة هي لو حتى في دماغها كمان متوقعا من جلسة الكوتشنج الوحدة هي اللي هتحللها المشكلة اللي قاعدة معها بقالها سنين يبقى هنا هي عندها مشكلة في توقعاتها ودي حاجة برضو بتتقيل من أول مرة في الجلسات إن دي حاجة محتاجة استمرارية محتاجة أربع جلسات ستة جلسات علشان نعرف نوصل لخطة وهدف طيب إمتى السيدات تلجأ للكوتشنج وإحنا سألنا السؤال ده مالكاتي بس تتكرر في الأسئلة معلش جاوبين عليه تاني الكوتشنج زي ما قلنا كده هو ما بيعليجش الماضي خالص وقلنا في مثال بيعليج إيه بقى علاقتك بنفسك من الدرجة الأولى إنتي بتشوفي نفسك إزاي الناس عادة ما بتبقاش وغضبالها بعلاقتك بنفسها بتبان فين بقى ثقاتها في نفسها اللي بتقولك أنا لما جا تكلم بكش مثلا أو أنا مش عارفة أعمل علاقات أو أنا علاقتي بولادي وصلت لمرحلة ومش عارفة أكمل آه آه بتحصل كتير بالذات فترة المراقة بتيجي مثلا بتحسي حالة يأس خلاص ولا قادرة تكملي ولا قادرة ترجع أيوة طبع أيوة فترة يعني وبعلى فكرة دي من العلامات الصحية يعني ناس بتفتكر أن وجود المشاكل معناها أن فيه حاجة مش صحية بالعكس دي معناها أن العلاقة بتتطور وبتكبر يعني دايما يقوله لو ما فيش مشاكل بتتحل يبقى العلاقة دي بتموت الناس بتتطنشها وتهملها وتتبل لكن طالما فيه مشكلة وبنشتغل معاها وبنحلها معناها أولا أن أنا بحب العلاقة دي بحب أشتغل في الموضوع ده أنا عايزة تطور علشانك يعني فيه حاجات كتير تخلي الست تبقى محتاجة كوتشنج أولا برضو قلت الانفتاح الدنيا مفتوحة جدا وبقى فيه تنافس وهي عايزة ترضى عن نفسها وترضى عن علاقتها وترضى عن أداءها في الشغل فعلشان تعمل كل ده وتبقى بتقدر تنافس في الجو اللي إحنا فيه بتحتاج ضروري دعم زي ما يقولوا كده يشيل الآثار بتاعة الاحتكاك آه بتاعة الاحتكاك والثقة في النفس تبقى أقوى وتخلي التفكير واسع ربنا واسع والتفكير بتاعنا واسع فبتبقى محتاجة حد يخليك تشوفي الدنيا من منظور أعلى يعني طيب السؤال المهم جدا جدا الجلسات الجماعية يعني مع مجموعة أفضل ولا الفردية بصي دي حاجة ودي حاجة ومعتمدة على هي شايفة الجلسة الفردية دي هي عارفة هدفها بالزبط وحطاله خطة عايزة حد يسعيدها فيها أو مستنيها حد يسعيدها في أنها تحط خطة ولا هي عندها مشكلة مثلا أنا تقولك أنا مش عارفة تعمل مثلا مع مشاعري يا إما أفتتح على آخر يا إما أبقى منزوية يا إما هي عندها كده هي بتتكلم في أمريلة كبيرة خالص هنا نقول لها طب ما تحضري بقى مثلا اللي هو التواصل ومثلا لو هي بتتعصب كده أو اللي هي السيشنز بتاعة الإيموشنز الحاجات الجماعية دي حلوة لإنها بتدي معلومات وحلوة لإنها طبعا أوفر وتشوفي تجارب وتشوفي تجارب كتير بالزبط منها بقى ممكن تطلع بإنه آه لأ ده أنا مشكلتي النقطة دي هي اللي وجعاني قوي تقومي تروحي بقى السيشنز ما تخديش وقت ما تستهلكش منك مجهود لكن لو من أصله أنت عارفة النقطة اللي مدايقكي فعلا لأ خلاص إرجائي للجلسات اللي هي الفردية طيب نصيحة حضرتك للسيدات اللي بتيجي عند نقطة وتقف عشان نختم حلقاتنا نصيحة برضو النصيحة خدي خطوة ما تسبيش نفسك وقدري مشكلتك قدري المشكلة يعني الناس اللي ما تقولي آه خلاص هي كده قدري أني أنت هتعيش سنين كده قدري أني أنت طب هتكملي عمرك كده متستسلميش متستسلميش ولو مش معاكي الظروف المادية مش متاحة احضاري الحاجات اللي بتتعامل مجانية شوفي الحاجات اللي على اليوتيوب برضو الحاجات اللي متاحة على اليوتيوب شوفي كل الصفحات دلوقتي بتقدم موركشابس مجاني كلها شوف لي بط حضرتك أنا بحب الفرج عليها جدا كلنا بنعمل كده وكلنا في كل مجالاتنا يعني حتى بصراحة الناس اللي بتشتغل بشوفها بتشتغل جدا برضو بتوعي التربية اللي عندهم مشاكل كتير مع ولادهم برضو يشتغلوا مع بتوعي التربية اللي عندها مشكلة في العلاقات تبعي حد بتاع علاقات تكوني مرتاحة معين والاستشارات بسيطة والحاجات الأونلاين دي مفتوحة خدي خطوة ما تسيبيش نفسك كده طيب أتمنى من حضرتك نحن نكون شؤون تقال عليك لأنه دي دعوة تانية بنائة على رغبة مشاهديني متشكرة جدا وأتمنى برضو أن حضرتك ما تفخليش على حد من مشاهدينا في أي استفسار شرفتيني أستاذة هالة والله هي بجدنا بسعيدة جدا لمعرفتك شكرا للأسف وقت حلقتنا خلص وأتمنى أن احنا نكون قدرنا نوصل بعض الإجابات على استفسارات حضرتك الأستاذة هالة حسن أو اللايف كوتش هالة حسن ولو في أي استفسارات معاكم أقوم تليفوناتها ومعاكم اسم الصفحات الخاصة بيها وأتمنى أن نكون قدرنا نوصل لكم اللي أنتوا عايزين إلى اللقاء في حلقة قدامة إن شاء الله شكرا